تواجه ظاهرة التسول في العراق وخاصة في محافظة النجف انتقادات واسعة لا سيما في ظل تنامي هذه الظاهرة حيث أصبح للمتسولين فيها نظام داخلي يتعقدون وفقه ويخضعون لعقوبات في حال مخالفتهم قوانين هذه المهنة المربحة وتستقطب أعداد كبيرة من المتسولين من قبل عصابات منظمة تستغل الأطفال والنساء وتقوم سيارات خاصة بتوزيع هؤلاء المتسولين في صباح كل يوم على التقاطعات والطرق كما تقوم بسحبهم في المساء الموضوع أبداً مو عفو ويانا أكثر من مرة أشوف أن سيارات تأخذهم وترجعهم إذا وقفت يومهم أكثر من خمس دقائق أو بديت تستجوبهم أو تحكيوا يهم من باب الفضول على الأقل حتى إذا كانت ما عندك غاية راح تلقى ناس تجيك تمنعك من هذا الشيء أو تقول لك يابا أنت شكوا يعني أكو حماية لهم بالتالي فهذا الموضوع كانت وقعا أنه ناس محتاجة وأن الوضع الاقتصادي تعبان وأنه ناس تروح على متحصل لقمة عيش أو ما عدها معيل شرطة النجاف تقر بتنامي ظاهرة التسول في المحافظة بشكل كبير وارتفاع أعداد المتسولين الوافدين من خارج المحافظة للتسول قرب المراقد والمزارات الدينية والشوارع العامة جهات إجرامية جهات خارجة عن القانون عصابات سنكون واقعيين يسخرون الأطفال والنساء من أجل الحصول على أموال تتعرفون جريمة منظمة ويكترون في المنطقة المحيطة لحرم الإمام علي عليه السلام وأيضا بالطرق والتقاطع مال الشوارع بكثرة موجودين وهذا يعني أكفت حالة استجدت أنه يصعد بالموالات موجود يعني وتؤكد تقارير محلية ودولية أن جهات حزبية ومسؤولين أمنيين في العراق يقفون وراء الكثير من الشبكات والعصابات التي تدير المتسولين في محافظة النجف كما تؤكد قصور القوانين في العراق التي تحد من ظاهرة التسول قانوننا بشكل عام قانون العراق بصريح العبارة مو حدي مع ظاهرة التسول يحتاج إلى أكثر تطبيقا للقوانين وأكثر ردع لظاهرة التسول الموجودة بالعراق بكافة المحافظات وازدادت ظاهرة التسول في السنوات الأخيرة في جميع المحافظات العراقية وتشير إحصاءات غير رسمية إلى أن أعداد المتسولين وصلت إلى ما يزيد عن مئة ألف شخص يجوبون الشوارع والطرقات وسط مخاوف كبيرة من تحول الظاهرة إلى مهنة لكسب المال